بسم الله الرحمن الرحيم حركت المصافحة بين الرئيس أردغان وعبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر المياه الراكدة في مصار العلاقات منذ أكثر من ثماني سنوات نتابع معكم في هذا الفيديو ما كتبه أستاذ العلاقات الدولية التركي دكتور سمير صلحة تحت عنوان أردغان السيسي مصافحة وليس مصالحة لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يقول سمير صلحة وصف صورة المصافحة بالخطوة الأولى على طريق تطوير العلاقات بين البلدين لكن ظهرت اعتراضات كثيرة على توصيف ما جرى بالاختراق السياسي في ملفات الخلاف والتباعد الكثير بين الجانبين حتما ليس اللقاء صدفة أو عرضيا بل هو إنجاز قطري بامتياز أشرف عليه الأمير تميم شخصيا لا سيما وأن أردغان والسيسي قد شارك في أكثر من لقاء إقليمي ودولي وتجنب الاقتراب من الممرات والطاولات التي قد تتركهما وجها لوجه يشعر الأمير تميم أن لبلاده حصة في أسباب التوتر التركي المصري ولذلك يريد أن يشارك في دفع العلاقات بين أنقرة والقاهرة نحو الحلحلة كخطوة رد جميل للحليف التركي ولأن الدوحة بدأت تحسين علاقتها مع القاهرة في ملفات إقليمية تعني تركيا وتلتقي المصالح والحسابات فيها يتابع أستاذ العلاقات الدولية قائلا لنعود بشريط الأحداث إلى الوراء قليلا قبل انتخابات جولة الإياب في بلدية إسطنبول في عام 2019 كان أردغان يردد هذا الأحد يوم الانتخابات يعني سنحدد من الذي سنختاره السيسي ويقصد هنا أكرم إمام أغلو أم بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم يؤكد هذا الكلام أن العلاقات التركية المصرية تقيم في قلب المشهد السياسي والحزبي والانتخابي في تركيا تستعين اليوم أقلام في المعارضة التركية بالمثل الشعبي المعروف وهي تخاطب قيادات الحزب الحاكم كل لقمة كبيرة لكن لا تقل كلاما كبيرا في أواخر عام 2021 وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى قناعة بأن أصواته هو وحليفه حزب الحركة القومية تراجعت حسب غالبية استطلاعات الرأي بعد خساراته الموجعة في انتخابات بلديات المدن الكبرى وأنه يحتاج إلى استراتيجية تحرك جديد في الداخل والخارج لأن احتمال بقائه على رأس السلطة يتضاءل ومن الصعب ذهابه إلى معركة الصناديق من جديد من دون أن ينجز إعادة تموضع إقليمي حقيقي وإكمال خطط المصالحة مع العديد من العواصم الفاعلة في المنطقة التي توترت علاقات تركيا بها انطلقت العجلة باتجاه الإمارات العربية المتحدة أولا ثم السعودية ثانيا وجاء دور الكيان الصهيوني بعد ذلك لكن ملف العلاقات التركية المصرية بقي يراوح مكانه على الرغم من انطلاق الحوار الاستكشافي في حزيران عام 2021 قال الرئيس التركي أردوغان إن مصر ليست دولة عادية بالنسبة إلينا وأنقرى تأمل تعزيز تعاونها مع القاهرة على أساس نهج يحقق الفائدة للجميع لدينا إمكانات كبيرة للتعاون مع مصر في نطاق واسع من المجالات لم يتأخر رد وزير الخارجية المصري سامح شكري فقال الأرضية التي تؤهل عودة العلاقات إلى طبيعتها مرتبطة بحدوث تغيير حقيقي في السياسة التركية يتماشى مع الأهداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول جولتان من الحوار الاستكشافي في حزيران وأيلول من العام الماضي من دون تحقيق أي نتائج تحرك مصار الحلحلة والانفراج كان العكس هو الصحيح فقد أعلن الوزير شكري بعد أشهر من الجمود أن تركيا لم تقم بأي تغييرات من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات مع نصر فرد نظيره التركي جويش أغلو أن عقب التطبيع العلاقات بين البلدين ليست في الجانب التركي عند انتهاء جولة الإياب من المحادثات في أنقرة مطلع أيلول من العام الماضي تراجعت الحماسة ولم يظهر الدخان الأبيض من مدفاة قاعة الاجتماعات إذ كان حجم التباعد كبيرا ومتشعبا عند هذا الحد كما يبدو يدخل الأمير تميم على الخط لا شك أن قطر لم تنظم تصفيات بطولة كرة القدم العالمية لتسهيل لقاء أردغان والسيسي لكن الدوحة أرادتها فرصة لإنجاز هذا الاختراق السياسي الدبلوماسي وقد أعدت له مسبقا بدقة وعناية وبالتنسيق مع الطرفين كما يبدو الدوحة قررت استغلال الفرصة على طريقتها ومهدت لذلك باتصالات مع أنقرة والقاهرة بعيدا عن الأضواء مقنعة كلا من السيسي وأردغان بالجلوس إلى طاولة حوار عملية وسريعة بحضور تميم وكان لها ما تريد لكل طرف أسبابه ودوافعه إلى الإقدام على خطوة من هذا النوع المصالح العليا للبلدين هي العامل المحرك الأول لكن المتطلبات الداخلية السياسية والاقتصادية والمتغيرات الحاصلة في أكثر من ملف استراتيجي ذي طابع إقليمي ودولي هي أيضا في طالعة أسباب هذا التحول إذن المصافحة أمام الأعين مهمة لكن ما هو أهم بكثير هي جلسة الدردشة الثلاثية التي لم يعلن عنها بين أردغان والسيسي بحضور الأمير تميم وما تخللها من نقاش ومحاولة دفع الأمور نحو مصار جديد في العلاقات بين الأهداف والتطلعات التفاهم على صيغة علاقات جديدة تبنى على أرضية مستدامة وعلى أساس الإحترام المتبادل للحساسيات والمصالح المشتركة ما دامت القيم محترمة فإن المنطقة برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة على الربح المتبادل يدرك اللاعبان التركي والمصري في ضوء التوازنات الإقليمية الجديدة أنهما قادران على تغيير مجرى معادلات كثيرة للدفاع عن مواقعهما ومصالحهما المشتركة في المنطقة وأن ذلك لا يخدم عواصم عربية وإقليمية عديدة في مواجهة الصعود الإيراني والنفوذ الصهيوني تستدعي تفعيل هذا الحوار تطورات سياسية وأمنية واقتصادية دولية إضافة إلى المناخ الإقليمي الذي يتغير ومن شأن ذلك أن يحفز أكثر تسريع التفاهمات يقول المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إنه تم التوافق على أن يكون اللقاء بين السيسي وأردغان بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين ويعلن أردغان إنه يأمل في نقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جديدة لاحقا عبر محادثات رفيعة المستوى إعلام القاهرة يقول هي مصافحة لا مصالحة ويعلق سمير صلحة قائلا أم العروس لا تغير معالم وجهها إلا صباح اليوم التالي وهذا ما ينتظره الداخل التركي في مصر المصافحة مهمة طبعا ما قيل قبلها مهم أيضا لكن ما سيقال بعدها أهم بكثير كانت التفاهمات على إطلاق خطوات باتجاه تسريع الحوار واللقاءات للخروج من وضعية الاستكشاف التي لم تحقق أي تقدم فعلي باتجاه الحلحلة احتمال كبير أن يكون السيسي وأردغان قد بحث واتفق على سيناريو من سيزور أولا ومتى يكون ذلك لكن الخطوة التي ستسبق هي لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري أين وكيف سيتم ذلك يتابع سمير صلحة يأتي سامح شكري إلى أنقرة ثم يقصد أردغان القاهرة بحفاوة رسمية وشعبية استدعت فوتو الدوحة كتابة عشرات المقالات في الداخل التركي وتوزعت بن مرحب وداعم ومنتقد نادم وشامت على أخطاء السياسة الخارجية المرتكبة في العقد الأخير التي حملت تركيا الكثير من الأعباء والتكاليف سارعت الأصوات المعارضة أو الشامتة إلى رفوف الأرشيف لتذكير أردغان وحزبه بما كان يرددانه قبل 8 سنوات من كلام عما يجري في مصر ومن مواقف حيال التطورات السياسية هناك هل كانت ضرورية كل تلك المواقف من القيادات المصرية التي تقود البلاد اليوم وهل أخذت أنقرة ما تريده بعد كل التشدد والتصعيد كما تقول بعض الأقلام المعارضة يتابع سمير صلحة انقسم الداخل التركي بغالبيته مرة أخرى بعد انتشار صورة المصافحة التركية المصرية ليس اعتراضا على الصورة بل على قطيع طويلة وتصعيد مكلف ينتهيان عند العودة إلى خط البداية من سيتحمل المسئولية عن ذلك؟ هو السؤال الذي ستطارد به قوى المعارضة التركية قيادات الحزب الحاكم حتى يوم الصناديق حتما سيتحول إلى انتصار سياسي كبير نجاح أردوغان في تسريع التطبيع والمصالحة مع القاهرة فهل تعطيه القاهرة فرصة تجبير نتائج حوارها معه إلى أوراق قوى رابحة؟ يتساءل سمير صلحة بدءا من مراجعة تحالفاتها في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص اليونانية وخطة ترسيم الحدود البحرية والطاقة هناك مثلا أم تلجأ إلى حسابات الورقة والقلم قبل الإقدام على خطوة بهذا الاتجاه وتتريث إلى ما بعد انتهاء الانتخابات التركية توافقا مع ما أعلنه الرئيس التركي من تأخير مسألة الحلحلة مع النظام السوري إلى ما بعد نتائج الانتخابات التركية ينهي سمير صلحة قائلا ينبغي أن تكون حبال السياسة دائما تحت الحماية إذ لا أحد يعرف متى يحتاج إليها في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته